تفضّلي الشوب كتير ولي على الشوب مأغلظم اي والله، الدنيا نار وزيت حار شو الظاهر كنتي بالسوق؟ اي والله، اشتريت اللي كم غرعد وتعبت قلت لحالي فوت بها جنانة برتاح لي شوي ومنه بشمّل هوا الاسم الكريم ما تعرفت عليكي أنا أم أنس المرابط جوزي بيشتغل بطاولات الفورومايكا أو تنكيل الكراسي المعدنية والسبعة نعم، أنا أم صبحي نغيش جوزي بيبيع إشاربات بسوق الحرير على الموضة أنا مؤكرم وقديش عندك أولاد الله يسليه؟ صبي وبنت يربو بدلالك إن شاء الله إن شاء الله بتشوفي منهم الكترة ويطعمك على قدوم لأنه اسم الله حولك، صغيري لساتك العين تحرسك الله كريم وحضرتك كم أولاد عندك؟ خمس صبيان بعيون الشيطان مجوزين؟ صبحي الكبير مجوزته وهلأ عم دور على عروسة الليالي أصغر منه والباقي يدق دق بالمدارس معناتك أنتك مدللي عليك كتير وبتعتبرها مثل بنتك مين واهل واه؟ قال اعتبرها مثل بنتي قال ما فشريت؟ ليش هيبي يلبق لها الدلال بالأوّ يعني مو صاحبة إنت وياها؟ منين صاحبين؟ العين تطرقها هي مالها صاحب ليش مين اختار وخطبها لأبني؟ مين يعني أنا العين تطرقني وقال شو؟ فتشت بسراج وفتيلة وبحبشت ودقدست وتقنيت وتحطيت وتمطيت وضليت سنة وأنا عم ما أدرس هالمخلوقة وشاورت ألف وخالفت ألف هيك حتى بالآخير وقعت وما حدا سمى علي ليش شو عيبة؟ من شو بتشكي؟ من شو بتشكي؟ هوي أنا أول ما شفتها قلت الصلاة وعننا بيحول على الجمال الأخاز والفتنة الخلابية اللي عندها صحيح عيلتا وأهلا مو كلها القيل؟ بشو قلت لحالي؟ قلت لحالي يا بنت حسني الأداب بيشتر بشاعة النسب وكلنا بالنهاية أولاد آدم وحوة ليش شبه عيلتا؟ جدة كان معزل ششامي وأبوها قال يعني أشطف منه بشوي ليش شو بشتغيل؟ معزل مداخين بس مو هون النقطة ومو هون المشكلة شغل عبادة لك بنتي ورب العالمين ميسر لكل واحد شغلة وخيلة والله والله يا أبوها من كتر مو لطيف بيشرب مع المي العكري وما في منرها انصطمت الصوبية عنا واخد مصاري واما كذلك الأمر حرمة مستورة مالها زايدة ولا نناصة بس هي الدبة بايش معزلتك؟ شو علتا؟ علة واحدة بس امليانة علال متل المصفاية المبخوشة مثلا أم صبحي يا ستي مثلا كسلانة ونيطة وحركتها بالبيت بطيئة كتير وتسل البدن والعافية بتمشي متل البزاقة ويا من تراها الكانة وتعبانة وفطصانة ومن شو ما بتعرفي وقديش عمرها؟ 22 سنة بس وينيك الصبية نقالت لك جعت صدقية ونقالت لك تعبت كذبية يا عليم الله لو بتميل على حيط بتهدو لك لما بتتكسر مع ابني صبحية بتكسرو عصبة ماكن وعظمة قوي شو هل حكي؟ طيب من إمت اكتشفت هالشي فيها؟ يعني بدك تقولي بعد ما حبلت لأنه حبلت بعد دخلتها بكم شهر وشوفي بقى غلازتها بالوحام هي من غير وحام دائما بتعمل حالة مريضة إجاهة بقى لوحام وزادة دلالة إبريني على مرت عمي جاي على بالي كيت ومرت عمي جاي على بالي كعت وأنا عم إرقيدلة مثل الصامعة وهي قاعدة ومبرطعة لأ وما بتشيل غراض بحجة لوحام والمرض بس عند الفوتة والطلعة بتشب مثل الضبعة طيب ابنك شو موقفه؟ الحيوان طاير عقله فيها لقوا روح قلبها البهورة والفش ورا ولفتها النظر والروحة والجاية عم قللك مثل الجنية قابة على وش الأرض قاب مثل شعرة الدقن ما بتباتليلة واحدة تحت الجلد بدا تفوت وتطلع وترقص وتخلع وعند الطبخ والشغل مريضة وعند الطر والور بتصير مثل السعدانة الفايرة وما كانك تتعلم مني شي بس آخ آخ الكلبة بتضل كلبة لو عاشت بين ستين لأبوي عالها اللون ومقضية منها تمام مقضية وبس العمل يضرب عيونها ضرب ما بتبين مع المنيحة حامض حلو طبخت الله وجوه وبره وفرشت الله بقى شو بتريد أكتر من هيك أعملها؟ طيب صارحية بياللي بيريحي ما في خواص لأنه التيسي بتعتبر المصارحة مقابحة وبني صحيح منيح بس معلومك حتى عود البخور بيطالع دخان يعني هو بيوقف بصفة؟ مو أنه بيوقف بصفة بس هو بتلاقيه تشتوش مدلع مثل الباب المخلع شو ما بتقول مرته صوابه صحيح؟ وشو ما بتقول أمه؟ بشيع وأبيح وهن ينكر ما الأخوون لو بتقلهم بدين خاعل برغش حضر يعني بالمختصر ستة سبعة بخدمتها وهي قاعدة عم تشرق مخططة لأ وبعد شهر ونص راح أتولد الخانوم وأنا متأكدة إنه راح أتقول بما إنه حبلت من ابنه راح زدت الله الولد بحضنه على أساس أنا ستة ولازم حفظه ونظف من تحته طيب أنت بتتخانعي أنتو إياها؟ لأ ما منتخانع ليش؟ مشان صبحي أفندي ما يتعكر وتكبر المسائل هاي من جهة ومن جهة تانية شو بقول لحالي يا بنت الحبل بين مجنونين أبينقطيع بس الحبل بين مجنون وعائل ما بينقطيع بأكوني أنت العائلة والراكزة وخصمي الشر بس والله جننتني هالقردي ما عد تعرفت أنا المجنونة ولا هي؟ السلامتك خالي إلهي يبعت لك بنت الحلال يا ربحي حتى أخلص من مرت صبحي واسكن عندك ويطيب جرحي مين ربحي؟ ابني اللي بدي أخطبله بس وينيك والله لا أخطبله وحدة تصر قلبي وخاطري أنا قبل ما تصر قلبه وخاطره هو مو مثل هذا صبحي خطفته مني مرته وهو عما يضحك مثل الأجداد لك بتفوت على القوضة وبتعانق وبتصير تتسخصل وتضحك أصدا حتى تسمعني وأنا برا نار الجمر عم تلسعني طيب في بزهنك ناس معيانين لأبنك ربحي؟ ما هي هون المصيبة كل ما بقيس الشغلة بالميزورة وبزبطها وبدرسها بتنطبيش الشغلة براسي بقى هالمرة ما بدي يضبط شي بدي أتركه على الحظ وأمشي فعلا ميني بيعرف؟ الجواز اسمي ونصيب خير خالي شايفتك عم تتأمليني والله خجلتيني انتي عندك أخوات أصغر من منك لأنه بصراحة تسلميلي على هالجازب اللي بعيونك ونيال جوزك فيكي تسلمي يا خالي هذا من لطفك الحقيقة انك دعستي على قلبي دعس وفعستي لفؤادي بلطفك فعس الله يسلمك خالي وين تعي عدي عم نتسلى عدي شوفي وراكي فهليا ترا انتي عندك لأبني ربحي عروسي لأنه الغزاء ما رح يذلني على جاموسه تسلمي يا خالي هذا من لطفك شوفي الصدف شلون بتجي أنا أخي معتز أمو عم تخطب له وبالصدف اجتمعت أنا بسوق الحرير بجماعة وعطوني رقم تليفونهم ومن حديث لحديث قال عندهم بنت حلوة وصغيرة ومؤدبة وعلى الشجواز يعني بتعرفيهم لجماعة؟ قصدي بتعرفيها للبناء؟ لا والله وأخوكي؟ آخ أخي مشكلته مشكلة حابب رفيقته بالجامعة وما بده حدا غيره طيب من بيت مين هني؟ والله ما عدت اتذكر بس إذا بدك أعطيكي رقم تليفون وما عندي مانع إيه؟ معيك ورقة؟ معي ورقة بس ما معي ألا؟ إيه معي هات معيك أنتي هاي ورقة تفضلي خالي يسلموا هالإيدين والله يتمم على خير يلا خالي أنا بستأذن تشرفنا بمعرفتك مع السلامة خاطرك الله يخلي لك هالصغير ويربى بدلالك إلهي إيه؟ نسيت اسألة على عنوانه ورقم تليفونه ويني ويني؟ ما عادة تبينيت في علاقامتينك تانيش وحوبيت ألو؟ مرحبا أنا أم الصبحي النغيش جوزي بيبيع إشاربات على الموضة بسوء النسوان أنتو حضرتكن ما بتعرفوني بخصوش شو؟ بصراحة خطبة وجواز يا أخي آمين يا رب العالمي نعم؟ بيت عمورة يا أهلة وسهلة فيك أعطيني العنوان إذا بتريد عميل معروف طلعت الحاوز فوق بيت المخللاتي أبو العيز هي أعرفته باب سقاطه مفقودة ماشي بكرة إن شاء الله منكون عندكم الله يقدم اللي فيه الخير ماشي مع السلامة يا أخي يا أهلة وسهلة أهلين وسهلين تفضلي المأهل حبيبتي أنا أم صبحي النغيش أهلة وسهلة بأم صبحي شرفتين بزيارتك نحنا يلي قلنا الشرف أنا جايتيك دلل من طرف جماعة جمعت فيهم بصدفة فشو قلت لحالي أول باشتان بتعرف على جنابك والتاني باشتان بشوف العروس بعيني وبتملى من حسنا الموصول أهلة وسهلة فيك تفضلي البنت بنتك والبيت بيتك يسلم البيت وصحابه بلا منقود قال أنتم بيت عمورة بقى أنا عمورة فييون يعني بلا منقود أنتم مغاربة ولا فلسطينية هو نعم للجميع لكن نحنا شوام ولاد شوام يعني بتقربوا لعز الدين بك عمورة أنا عز الدين هذا يلي إله مزرعة بكفرسوسة وبستان بيدارية ما عرفته يو عز الدين بك عمورة تاجر لقماش بالحريقة محله جم محلات العقاد وبقفة دكانت نوري الطباق ما عرفته بدك ما تواغزيني هذا يا ستي بقربنا لأنه صهره وجوز أخته لعز الدين آخذ أخت بنت حماله جوزي يو شوال حكي؟ عم تقولي صهره جوز أخته؟ ها يعني متجوز أخته لعز الدين مو هاي؟ يبعتلي لهنة على هالخبصة يا ستي متجوز صهره جوز أخته آخذ والله نسيت ما بيلبق لي يكون مختارة حارة أنا المهم العروسة الأمورة وينها؟ ها اجيت اجيت مرحبا خالي أهلين وسهلين بيحش والحشة ونور العين ليش نحطي يا أختي؟ تفضل يرتاحي لشان واجبة تؤبريني فاتحي تعي تعي لأمجئك كمجئة تعالي تعالي تموثك العافل هيك ها بدي بالقلبي حاكم أنا مقضي المقاضي من كنتي مرت صبعي ما سألتك ام ايش بينادوليك بلا صغرة؟ ام غانة والله يا أم غانة لكني لما بتصير ببيت حماها كأنه الحماية ولدت بنت جديدة وبتحطها على الرأس حتى لو كانت بالغة سن الأياس الحال معك والله ليش واقفة تؤبريني؟ تعيدي مشقيتي تسلمي لقلبي شو مهضومة وشك مسمسام شايفي على هالتقطيع ما أحلاها؟ سبحان الذي انشاها وبراها الله يخلي لك ولادك إن شاء الله الله يحفظي شو اسمك يا قرة عيني؟ ريمة عشية الأسامي إن شاء الله بيعيشوا حباب قلبك والله يا ريمة كنت أنا قيمة هالاسم لسمي فيه بنتي بس ربك ما طعمني شو بدنا نساوي هاي الشعرات الحلوين حاطت طيلهم بل سن مهينيك نعمي آي خالي لشك عملتي وجعتيني؟ لا تأخذيني يا قطء وطاب الظاهرة علي طرف خاكمي بشعري ما شاء الله وكان شوه الشعر مثل غزل البنات يغزل العين مثل حرير القز شلات عميك روج عليك تافكر مو متل كنتي لحمارها مرت صبحي هديك العين طيبة شعره مثل شبشي للدرة دائما نافش من قدام ومخربص من ورا لقوا بتشكلي بقرعتها وردة حمرة لا تقرفي لقوا شعره مزيت ومدهين ما بينبل بالماء أوان مثل شعر الجوار شو هل حكي؟ معقول؟ انت شوفي وش مخداتها دائما مليانين زفر وفشاشي من راسها كأنه نايم عن مخدهي بيت نجام وبيض العجل مقلي خدي ريما كسري لي هالجوزة بسنانك لأن أنا بحب أكل قلب الجوز مع القهوة إذا ما تريد تاكل جوز فيه عنا مكسر وخالص جابهم أبو غانم مشان المكدوس والله بيد مثل التلج والله فلا بتنهض يا أم غانم ولو مشان واجبك أم صبحي يا أختي جوزاتي معي لقش الشهونة فتحي تمك ريما فتحي فتحي لك شوفوا شوفوا أنا بتحشج جوزة بيتمها وهي بتطلع بإمها ماشي الحال ماما ماشي الحال هيك بتدعم صبحي ريما هاتي هاتي الجوزة شايفتك لأنه ملبكي بكسر الجوزة خدي هاي البندقة هاي صغيرة لأنه تمك مثل خاتم سليمان مو متل كنتي مرت صبحي تمها وإذا مسكر متل شيتها وإذا فتحته بصير متل مغاردة جعيتها ما شاء الله وكان يسلم هالسن يا حلوي هاتي هاتي البندقة هاتي مالحا عليكي خديها الملبسة حلي فيها سنة فتحي تمك لشو فتحي أمي فتحي هيك بده أم صبحي حطيها على الطرف الثاني ولا تزلطيها زلط رطيها أرض يخز العين على هاتي سنة شو قوايا جرشة الملبسات جرش مع أنه الملبسات مو طرايا ايه سنة بنتي زراف طالعي مثل سنة أبوها تتهني بها سنة يا ريما مو متل سنة كنتي مرت صبحي ليش شبه هون سنانا؟ صغار كتير مثل الخراز وكل شهر بتلاقي سنة جديدة بيتمها نباز وراكبين فوق بعضهم البعض شي نازل شي طالع وما بتعرفي الضاحك من القاطع لأ وشو بتقلي سنانة مو متل سنانة جلاء فتحي مرت عمي امي ريما امي لقلك حبيبتي لوين خالي؟ امي الطعيلي عرق ليمو من هديك الشجرة بدي حطها بكاست الماي قبل ما اشربها لأنه نكتها زريفة امي ماما امي اريتا تسلم لقلبي على هالقامة الحلوة والمشية المهيوبة وتمشي على قبري حافية ايه؟ بعيد الشرق ام صبحي بعيد الشرق شو شايفتك حبيبتيها كثير لبنتي؟ معلوم لأني مرمرة من كنتي هديك إلحنية بظهرة مثل الدبة كأنه بطالع لحر دبة وبتمشي مثل ام عاجوة أما ريما فلتة شبيه مثل غصن البان وعود الخيزراء ييه صحي تذكرتي خير ام صبحي لازم اخد حبتي تبع وجع الظهر بس المصيبة مالي عرفاني انا منهم لوجع الظهر وانو تبع الضغط بس مكتوب عليها خلاص اصبح انحليت المزئلة ايه هو الخط صاير مثل تبيب النمل وانا مو معي نظاراتي مشان اقراها بتعرفي تقري ريما قريليا يو السنة عندها بكالوريا هاي مكتوب عليها فولتارين ايه صحي فولتارين ما بدك تشربيها؟ ليش رجعتيها للشنة؟ ايه لأني تذكرت مو هلأ وقتا الحمد لله ريما نظارة مثل الحديد مو متل كنتي مرت صبحي بلا شايفي هالقمر بالسمى ما أحلى طيلي وعنا وعنا نسلم لي هالضحكة محلا ريما لو بدي يغذيك أنا شوي امي جيبيلي هالكرسي الواطي منينيك لأسند عليه رجلي حتى ما ينملوا عليه جيبيلي يا ماما ريما ريما نعم نعم خالي تعالي حبي بتي ما عد بدي الكرسي تعالي حاضر خالي الله أكبر عليك يا ريما شو هالإذان اللي إليه؟ لا اطمني بنتي بتعجبت من كل النواحي يا صبحي مو متل كنتي مرت صبحي بتضربي فوق راسا مدافع ما بتفي ليش؟ بتعرف في قدامها جلي لذلك سمعان مو هون لمعناته أنه ريما نشحت بالامتحات ايه نشحت بس؟ شو بس؟ بصراحة بدي أخذ مداف ماما شو يعني مداف؟ يعني ماما ما في شي ماما روحي لجوة انتي روحي لجوة أمي بخاطرك خالي ايه شبه أنا أم صبحي؟ خجلتيا للبنت معقولة بتعرفي انتي الثانية في ناس بيكبروه بالشرطيت والسفنج وفهمك كفاية لا يا حبيبتي من هالناحية تطمني بنتي والحمد لله كل شي عندها طبيعي سنانة وشعرة وصدرة وسماعة ونظرة ما في شي بيعيبها منهم يعني متل ما بدك وأزود؟ حلو كتير شوفي يا أختي يا أم غانم شرط الألفة رفع الكلفة وبصراحة كنت بدي أخذها على حمام السوق بس خلاص المكتوب مبين من عنوانه والبنت نجحت عندي وجمعت علامات وعلامات عبت فوطة طب على بيتي انتوا جماعة أكابر وعجبتوني وأنا شارية البنت لأنه أمورة بالأخلاق وبالشكل وبالصورة إن شاء الله بتسلمي يا أم صبحي الله يسلمك المهم المعلومات عندي هي كالتالي الصبي مدلال أمره 23 سنة واسمه ربحي النغيش سكني لحاله بس أنا معه ها بيشتغل عند أبوه وما دخوله كويس وما نظره حلو لأبوه ليش بيشبه أبوه؟ تكميم بيشبه جارنا ليك والتالي على الحكي يا ستي نحنا قلنا الشرف بس لا نشاور الأب ونشوف الصبي طبعا خدوا وقتكن وفكروا على مهلكون وإن شاء الله بتتم لموافقة حتى نجي نفصل النقد ونجيب الشيخ ونكتب العقد ستي الله يقدم اللي في الخير السلام عليكم أهلين وعليكم السلام تسمحي لي على جنبه؟ اي تفضلي أهلا وسهلا اهلين يا رجلي يا لطيف شو هالشوب؟ شو هالحرائي؟ يا أختي كل ماله الطقس عما يتغير والصيف عم يطول الآن بكرة بتلاقي الشتة فاتت بالصيف والصيف فات بالشتة وين شايفتك أنا؟ كأني شايفتك وأنا هيك عم ما أقول لأني هالصوت سامعته وهالوش شايفته بس وين؟ ما عم بتذكر لأنه ما عارفي كتار و وقفي لألك مو أنت قبل سنة جيتي على هاي جنينة وبالعلامة كان معك عرباية صغيرة فيها ولد صغير بجوز مو بجوز أكيد وعطيتيني رقم تليفون جماعة مشان أخطب بنتون لأبني ولو أيوة 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 صحيح هلأ تذكرت لكريتك تسلمي لقلبي على هالدلل اللي دليتيني اياه وعلى هالنصيحة اللي نصحتيني اياها وابن لقصود ما بيدل إلا على ابن لقصوح عم تتمقلس يا خالي؟ أعوذ بالله قال عم تتمقلس قال ايو والله والله يا هالريمة مدللتني ومخنمتني وبده رضاي لأرضه وابني ربحي حاططه على راسه ليش فكريك؟ لأنه هي حاططني على راسه ريتها تقبر قلبي هالريمة ما فهمت عليكي يعني خطبتي البنت لأبنيك؟ ايه طبعا تسلمي لقلبي مو حضرتك عطيتيني رقم التليفون أما تروح تضغري لعندي الجماعة وتم النصيب يو شلون هيك؟ البنت لساتة ببيت أهلا وما تجوزت وصارت مخطوبة ثلاث مرات والعرسان عم يهربوا من شراسة طبعة ايه اسمعوا على الحكي اسمعون ليش انتي لوين رحتي؟ لبيت عمورة وحضرتك عطيتيني الرقم ثلاثة ثلاثة ثنينة تسعتين خمسة اي بس أنا الجماعة اللي بعتك لعندن مو من بيت عمورة من بيت الحسيني ورقمون ثلاثة ثلاثة ثنينة تسعتين صفور اي وشو المعنى؟ المعنى خربطتي بالرقم ورحتين عند غير جماعة ايه شوفو النصيب شوفو نقوم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة